الكابتن خطيب بيستقبل وفد جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة النهاردة استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمقر الجزيرة الكابتن نصار الظهري رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة وكابتن إسماعيل الخيبري المدير المالي للجمعية ورحب الكابتن محمود بالوفد السعودي مؤكدا على قوة العلاقات التي تجمع النادي الأهلي وكافة الأندية والهيئات الرياضية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ورغبته في التعزيز الدائم لأواصل التعاون ما بين الجانبين على كافة المستوات ومن جانبه عبر الظهري عن ساعته بزيارة النادي الأهلي ولقاء الكابتن محمود الخطيب مشيدا بحفاوة الاستقبال التي تعكس علاقة الأخوة والمحبة التي تربط الجانبين لافتا إلى اعتزازه الشديد بتقدير رئيس النادي الأهلي للجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة جموع الرياضيين بالسعودية وأشار أيضا إلى أن جمعية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع النادي الأهلي وأنه يثمن دعم الكابتن الخطيب لهذه المبادرة وتوجيهاته بتفعيلها على أرض الواقع وهو ما يمثل أهمية كبيرة للجمعية التي تسعى للاستفادة من تجربة نادي القرن الرائدة ونجاحاته على كافة المستوات وقام الوافد السعودي بجولة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة تفقد خلالها ملعب مختار التيتش والنصب التذكاري للشهداء وصالة الأمير عبدالله الفايصل وفي ختام الجولة قدم الكابتن الخطيب درع وعلم النادي إلى الظهري الذي قدم بدوره درع الجمعية إلى رئيس النادي تقديرا للعلاقة القوية ما بين الجانبين من يومين كنا في مركز كابتن محمود الخطيب ووافد من مجلس إدارة نادي الأهلي كانوا موجودين في أسوان في مركز الدكتور مجد يعقوب للقلب وهو زي ما حضرتكم شايفين مسئولية مجتمعية بتكتمل هذه المسئولية حتى بر مصر من خلال هذا الوافد المحترم من المملكة العربية السعودية وترحيب دائم وعلاقات قوية جدا دائما وموجودة دائما ما بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر